في حلقة جديدة من برنامجكم جمعة جمعة معي أنا عادل برباع وبصحبة الأستاذة الفاضلة اعتدال إدريس ونسعد دائما مستمعين الكرام في هذا اليوم أن نلتقي بكم في لقائنا الأسبوعي هذا اللقاء وهذا البرنامج اللي هو بمثابة اجتماع عائلي وأسري نلتقي فيه على المحبة وعلى الإخاء ويسوده الصفاء والنقاء قد إيش والله بنفرح سواء من خلالي أنا أو الأستاذة اعتدال إدريس بتجاوبكم واهتمامكم ورسائلكم الجميلة اللي ما نقدر نوفيها حقها في إننا إحنا بنحاول نقرأ كل رسالة بتوصلنا وكل ثناء وكل شكر بنقابل أيضا بالدعاء بأن الله سبحانه وتعالى وفقنا جميعا أن نكون أفضل حال مما كنا عليه سابقا فالإنسان دائما يعمل ليس ليكون أفضل من الآخرين بل ليكون أفضل من نفسه في أيام سابقة وإحنا في هذا اليوم مسمعينا الكرام وخاصة بعد ما مرينا بأسبوع كامل وهالأسبوع اللي كان في إقبال كبير من جميع الطلاب والطالبات ودخولهم إلى الفصول الدراسية والقاعات الدراسية لابد أن نتذكر مع بداية كل عام دراسي جديد قول معلمنا الأول صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فما تجدد العام الدراسي تتجدد مسؤولية من هم في ميادين التربية والتعليم فهناك الوزير وهناك المدير وهناك المعلم وهناك وللأمر وهناك الطالب وإذا أدرك كل واحد من هؤلاء حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه فإنه أكيد حيسعى جاهدا لتحقيق الغايات التعليمية النبيلة فإليهم نهدي هذه الهمسات أيها المعلم المربي إخلاصك لله سبحانه وتعالى في سائر عملك وحياتك شيء جميل وأساسي مهما بلغت وبلغت رقابة البشر عليك ضع رقابة الله دائما نصب عينيك كن قدوة صالحة في خلقك وسلوكك وسائر أمورك بحيث اتفق مقالك مع حالك واغرس حب العلم وأهل في قلوب طلابك ترغيبهم في العلم بشتى الطرق والأساليب المتجددة وتعودهم على القراءة والاطلاع والبحث لا سيما سير العلماء والعظماء والمصلحين اللي إحنا بنكمل مسيرتهم ونكون بإذن الله تعالى على هداهم وفي البداية هدى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ولا تنس إنك تطيب منطقك فلا يسمع منك الطالب إلا خير فإن الكلمة الطيبة تصنع الأعاجيب في النفوس وتؤثر فيهم بالغ الأثر تأكد أنك ربما تكون قدوة أكثر من أبو وأمه لأنه بيشوفك وينبهر بأسلوبك وبيعطائك ويكون معاك أكثر مما يكون مع أسرته حسن معاملتك مع طلابك واحترامك وتقديرك لهم أكيد حيؤثر فيهم الاهتمام بشؤونهم والعدل بينهم والتواضع لهم والصبر عليهم وتعزيزهم عندما يستحقون ذلك والحكمة في معالجة عثراتهم والرعاية الجادة بالموهوبين المتميزين والنهوض أيضا بالمتعثرين مع ضرورة تقييم أداءك بشكل مستمر بالاشتراك مع إدارتك وزملائك وطلابك دائما حسن وجمل مظهرك بما لا يخرج عن حد الاعتدال فذلك أدعى للقبول والتقدير والاحترام وأيضا رسالتنا للطالب العزيز حبيبنا وغالينا وكل طالب وطالبة إخلاصنا مهم جدا في النية لله سبحانه وتعالى وحده في طلب العلم نعم كل شيء بغاله واحد كون يتعب لا تؤتى هذه المراتب العالية إلا لما الواحد يتعب اجعل غايتك خدمة دينك ووطنك وأمتك واستعن بالله دوما فإنك إن تعرفت إليه في الرخاء واليسر يعرفك سبحانه وتعالى عند الشدة والضيق واتق الله حيث ما كنت واعلم بأن العلم بالتعلم والتفوق بالجد والاجتهاد والنجاح بالمذاكرة والمثابرة النجاح ما هو باب تدخل على طول النجاح سلم لازم تصعد حبة حبة وسل درجة درجة احترم معلميك غاية الاحترام الأدب مفتاح العلم وأساس الطلب ورافق جليس صالح مصلح يدلك على الخير ويعينك عليه واستثمر وقت فراغك قدر الإمكان بكل نافع ومفيد ورسالتنا أيضاً لولي الأمر ولية الأمر الأب والأم عظم أمر الله في نفوس ابناءكم وبناتكم عظموها وازرعوا فيهم قيمة المراقبة حتى يعبدوا الله خوف وطمع من الله عز وجل اغرسوا في أولادكم محبة العلم المعرفة وذكروهم بثمرة الصبر واحتساب الأجر في الدراسة وليس الأساس في الدراسة أنه والله شهادة وصحيان في الصباح دون أن يكون هناك غاية سامية يريد أن يوصلوا إليها لما تكون هناك غاية واضحة جلية أكيد حيتحمسوا لها خاصة لما يلاقوكم أنتم أيضاً تدفعوهم بكل حب وكل ود وكل تقدير عالموا أولادكم احترام المعلم وتوقيره والاستفاد منه والأدب معه والصبر عليه والدعاء له أياً كان ذلك المعلم وأياً كانت تلك المعلمة جميل أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق ونلاحظ سلوكياتهم ونصوب خطأهم ونعز صوابهم ونكافئهم على ذلك جميل أن نكون دائماً خاصة في مثل هذه الأيام قاربين من أولادنا نستمع لآراءهم ونتفقد حاجياتهم ونراقب سيرهم ونهجهم العلمي والفكري ونتأكد مين هم جلساءهم ونشغل أوقاتهم دائماً بالنافع والمفيد بما ينمي مواهبهم ويلبي طموحهم ورسالتنا الأخيرة للمدير القائد اجعل علاقتك بفريقك الإداري والتعليمي والطلابي قائم على الأخوة والودو الاحترام الشفافية والمرونة والثقة المتبادلة وأظهر لهم هذه الثقة اجمع بين الحلم والحزم بين اليقظة والثقة بين الضبط الإداري والمرونة في التطبيق وعالج الحثرات بالحكمة وعقلانية وروية دائماً جميل إن إحنا نشعر فريقنا اللي إحنا بنرأسهم بالأهمية ونرفع من معنوياتهم ونراعي فروق الفردية ونشجع باستمرار ونشكر على الجهود مهما كان هذا الجهد بسيط جميل إنه إحنا نبحث عن الإيجابيات لا نكون فقط عدسة مكبرة ومجهر مكبر لكل ما هو سلبية لابد أن ندعم مشاريع الخير ونكافع على الإنجاز لابد أن نشرك فريقنا في معلوماتنا ومهامنا وقراراتنا وتقييم أداءنا ولا نكون فرديين مركزيين في قراراتنا واتجاهاتنا وجميل إنه إحنا نكون قدوة لبعضنا البعض قدوة صالحة في الأداء والعمل ونساعد من كانوا معانا حتى يكونوا قادا مؤثرين في شتى الميادين نأسى الله عز وجل أن يبارك في مدارسنا كلها وأن نجعلها يا رب منارات خير وأن يجعل عامنا هذا عام مبارك وأن يوفقنا وكل الطلاب والطالبات وأباءهم وأمهاتهم والمعلمين والمعلمات ومن سار على درب التربية والتعليم والتأديب كل خير فعلا هذا عمل جليل الله سبحانه وتعالى سيقدره لكل من قام عليه وشجعه حياكم الله مستمعين الكرام وبرنامجكم جمعة جمعة وحلقتنا اليوم عن تغيير المفاهيم في قضايانا التربوية مع الأستاذة اعتدال إدريس مرحبا بكم أستاذ اعتدال مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام وبركاته سلام وبركاته تقبل منكم صالح الأعمال اللهم أمين ما شاء الله عليك يا عادل وفيت وكفيت عطيت الرسائل للطلاب وأولياء الأمور وللمعلمين نسأل الله أن ينفع بكلامك يا رب ويجعل أعمالنا خالصة لوجهنا الكريم آمين وسبحان الله العظيم برضو نصيحة لأبناءنا وبناتنا يعني سبحان الله العظيم الدراسة هي وسيلة وليست هدف نعم هي وسيلة لتحقيق أهدافكم انتوا انتوا اشتبوا بالزبط اطلعوا يعني ما هي انه والله هي هدفي بس ان ادرس انت اش هدفك ادرس اخلص الدراسة لا انا هدفي اطلع كده ابغى اصير مثلا مهندس احد ان شاء الله اي شيء باسيره بس هيكون لي هادي باخدها وسيلة لتحقيق أهدافي المعلمين التعليم هو وسيلة وليست هدف نعم وسيلة الى ان اصل فيها الى رضى الله وسيلة الى ان ابني فيها أمة وسيلة الى ان يعني سبحان العظيم اكون جزء فعال المجتمع نفس الشيء المدير يعني سبحان الله العظيم يعني انا باقول شيء بس لمجرد الواحد يغير النية شوية موجة النية طبعا لا تغير موجة الراديو غير موجة النية اي نعم موجة النية لو غيرتها يا ابني سبحان الله العظيم تجد انه عداد الاجر يشتغل ويبدأ يصب الاجر عليك اصبت الله اكبر اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تتضع اجنحتها طيب لمين لطالب العلم طالب العلم ماهو شرط فقط اللي بيطلب العلم الديني انت لو اخذ درسته مثلا بتدرسه الدراسة علمي ادب ابتدائي متوسط ثانوي جامع ايا كان مش عشان تحققوا هدف مش عشان تكونوا بنائين في هذا المجتمع مش عشان تعف نفسك وتعف عيلتك وتكون لك عيلة يعني في امور كتير هي عادات نستطيع ان نحولها الى عبادات صحيح يعني مثلا خروجكم من الصباح انت بتقوموا في الصباح يا طلاب وطبعا كل واحد بيقوم كأنه مضروب على وجهه يعني وماء وقرفان عمره وهذا يا اولادي يا بناتي انتو خارجين من البيت من يوم ما تصحوا من النوم بس مجرد تغيير النية الله تغيير النية فقط حتى في سواكة اسنانكم انتو بتفرشوا اسنانكم لو بتفرشوا اسنانكم انتو بتفرشوها طبعا من البديه من الأدب ومن النظافة ومن هذه لكن لو انتو جيتوا احتسبتوها انو هذه اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم هي حركة انتو بتسووها عادية كل يوم ومرضا لله مرضاة الرب نعم السواكة مرضاة للفم مرضاة لرب نعم فسبحان الله العظيم انتو بتسووها دي شوفوا عداد الأجر اللي قديش يصبح عندكم يا سلام مشاويركم طبعا في ناس خلينا نشوف ما شاء الله تبارك الله جدا والرياض والمدن الكبيرة المترامية الأطراف اللي بيكون مثلا بيته بياخده حوالي نص ساعة او ساعة لرب عشان يخرج يوصل من بيته للمدرسة او للجامعة او للكلية او للعمل او مدرس كان او بيقطع مسافات طويلة من بلدة لبلدة نعم طبعا هل المشاوير هادي بتروح على الفاضي لا مجرد انك انت تسبت النية انك انت حتروح وتعلم تلقي السلام وترى النواية مكترها شوف من يوم ما تخرجوا من بيتكم الين توصلوا وعداد الاجر شغال انتوا كده كده بتضربوا المشوار كده كده ركبين في السيارة بدلا ما اركب في السيارة ويروح المشوار عليك على الفاضي لا استغله تعرفوا ليش لان اعمار امة محمد قصيرة اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقلهم من يجاوز ذلك نعم فاعمارا احنا قصيرة احنا ما احنا زي الامم السابقة اللي بيعيشوا 300 سنة و400 سنة بمديهم يسووا اعمال قديش كترها من نعمة الله علينا اعطانا ليلة القدر طيب غير ليلة القدر اعطاك اعطاك وقال لك النواية دي بدنا نكتب لك حسنات كان الصحابة لما ايجوا يقولوا خلينا نزور صحابة مثلا مريض يقولوا انتظر حتى افتش له عن نية ادور له نية موش بس نية زيارة انتو لو خرجتوا من بيتكم قلتوا دعاء ركوب السيارة طيب تخيل قديش الأجر اللي بنكتب لك اتباعا لسنة رصوص العسل نعم صلى الله عليه ويعيش اللهم من نعوذ بك ان ازل او ازل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي سبحان الذي سخر الرهاد تعرفوا ايش يعني الملائكة تقولوا ايه كفيت ووقيت وهديت بالله تستغنوا عن هذا الأجر ترى شوفوا انا دا حينما بتكلم حتقولوا ايش دخلوا في موضوعنا ما هو هذا لما انتو بتغرسوا في نفوسكم وتغرسوا في نفوس أبناءكم يعني حب الله يعيشوا في الله ويعيشوا لله ويعيشوا بالله يعيشوا كل حياتهم حلموهم الأدعي هذه الأذكار قل ان نسكي ومحياي وماتي صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين نعم احنا هنا لأجل العبادة وليست العبادة زي ما ذكرت مجرد صلاة مجرد صلاة ايو يعني هو الناس يفكروا انك انت بتعبد الله امسك سجادة واقعد ولا سبحة ولا اقرأ قرآن تفهم قاصر ايوه مهومة لحظة يقول تغيير المفاهيم مش مفهومك انك انت هي للعبادة عبادتك خروجت من البيت انت يا اب لما تخرج بتوصل اولادك انت يا ام اذا انت معلمة او موظفة بتخرجي بتتأخري مثلا عبل ما يخرجوا اولادك عبل ما يصحوا صحيهم في الصباح في الصباح لما تجد صحي اولادك اصبحنا واصبحنو الحمد لله رب العالمين يلا يا اولادي يلا يا احبابي انتوا تعرفوا اش بيصير لمن انتوا بتقولوا لهم ده الادعية يا امهات انتوا مجرد ما تقولوا ده الدعاء قارينهم من الملائكة يبدأ يحفظهم طول اليوم مش اولادنا هم اكبادنا هم اللي بي يعني اللي احنا بنتمنى انهم يكونوا افضل مننا واحسن مننا ابدأي حياتكم كلكم في الصباح من هذا الدعاء صلاة الفجر لا تأخروها مش تصلوها لما انتجوا رايحين الساعة سبعة قايمين قوموا صلوا الفجر وارجعوا حتى لو تبتناموا شوية ناموا ما هي مشكلة لكن هذا نوع يعني رزق بيعتيكم من كل مكان سبحان الله فالدعاء خروجكم للمدرسة للعمل حتى لو تأخرتم حاولوا تهدأوا كونوا هادئين يخرج الابن اعطي لهم الدعاء استودعيهم عند الله اذا انتم ام غير عامل او شيء الرجل يستودع ابنائهم اللهم نستودع ابنائهم استودعناكم عند الله اللهم احفظ وضيعتك دي احنا ايه؟ هادا ما انتم خسرانين شي فيها صحيح ما انتم خسرانين انتم هنا بتخلوا جو البيت بتخلوه سبحان العظيم عامر بذكر الله نشتكي اولادنا ما يسمعوا الكلام نشتكي اولادنا ايش بيعملوا طبعا في مفاهيم يجب انها تتغير فرق بين المفهوم والمبدأ لما نحن بنقول تغيير المفاهيم لا يعني تغيير المبادئ نعم طيب مفهوم يعني ايش اللي انت فاهمه ايش اللي متعارف عليه بين الناس ده المفهوم اما المبدأ قد يكون هذا مبدأ طيب بس مو كل واحد يتمسك به قد يكونوا قنلة متمسكين بالمبادئ الندرة حاجة اللي بتمسكه بالمبادئ لا يعني انها يعني مهي موجودة او انها شي اي مهو صح بالذات في الان في هذا الزمن يعني رسول الله عليه وسلم يقول ليأتي زمان القابض فيها على دين انك القابض على الجمر نعم وبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نعم يعني احنا الان بنحاول نقول لكم عيشوا مع دينكم احمدوا الله انه وقتكم ما بيروح عليكم بلاش كل جزء بتروح بتسووه انتوا بنكتب لكم اجره تعال يا ام ويا اب ويا مدرسة الابناء والبنات لو انت الطريقة احتسبته انك انت رايح تتعلم ماهو شرط شوف اقول لكم شي هتقولولي يعني كل مرة تبغي ان نقول اللهم احتسب هذا ماهو شرط النية ماهو كده النية اني انا في داخلي استشعارها لما نستشعرها في داخلي حينعكس على جوارها ليش ذا شرط انا يقول اللهم مني نويت خروجي لك هذا كلام فاضي اللي بيقول دا الكلام لكن استشعاره تروحوا المدرسة هناك تقول ايه السلام عليكم ورحمة الله سلموا ألقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف ألا أخبركم بشي إذا فعلتمه وتحببتم أفشوا السلام بينكم يا جماعة السلام دا الأب يحتاج انه لما يدخل البيت يقول السلام عليكم انت كده لما تقول السلام عليكم أولادك بيهدأوا زوجتك بيهدأ تقول الحمد لله هذا ايش اليوم جاي طيب أما لما تدخل مكشر ولا كلمة وحطوا الغدى بسرعة أنا جيهان من عرف ايه؟ أية حياة تعيشوها دي أية حياة تعيشها انت يا سيدي فعلا يعني هناك جفاف نعم عاطفي في إيماني في جميع النواحي إحنا لو بدأنا بالأشياء البسيطة الإيمانية البسيطة فعلا ترى والله حتشو الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على نها وقال إذا فعلتمه اتحابقتم أفشو السلام أفشو السلام والأولاء بيتنا بيتك صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام على الصغير وعلى الكبير وعلى الخادم وعلى هذا ليش إحنا نستكبر ليه؟ حتى لو ما قلت انت بتستكبر حتى لو ما قلتها بلسان المقال انت بتسويه بلسان الحال عشان كده يا هزوج يا أب دخلت بيتك ألقي السلام إيش معنات كلمة السلام عليكم؟ معناته السكينة والهدوء والطمأنينة معناته إنه أنا يا أهل البيت أأمنكم من شري أأمنكم من شري أنا مني ماني داخل فأبه تشرد نعم لأنه لما نداخل وهو قالب وجهه عشرة في عشرة ولا هما نقول ستة في سبعة ولا ايه سبحان الله العظيم تحس إنه الكل يرتعب منه الكل يخاف منه زي ابننا اللي بيقول في المرة الماضية إنه أبويا بيكون السيد من عرفه لو جيت الأب قال السلام عليكم الأم دخلت السيارة جوزها جاي أخدها من العمل نفترض نعم دخلت السيارة قالت له سلام عليكم قديش حتطفي طب يمكن أفرض تأخر عليها يمكن جاتوا ظروفة تأخر عليها أو شي لو دخلت هي مبوز وهي مكشرة إيش هيصير؟ هيتضاربوا؟ هيرجعوا البيت؟ قال اليوم كله هيصير نكد طيب؟ وبعد كده هيصير إيش؟ تاني يوم نفس الشي حلة من مشكلة قد تنشأ مشكلة من لا شي نعم ممكن كان بحركة بسيطة واحدة تطفئ كل هذه فعلا دينا دين دين الحياة نعم يعني لما نمارسه نمارس حياة جميلة وهادئة ومطمئنة إذا إحنا فعلا أخذناها بشكل سليم وصحي الابن لما نجي يدخل البيت هو متأخر متنيل طيب وعامل له تلاقيه ممكن عملة وطبعا أبوه وأمه متوعدين والتوعد الشديد وإحنا كلنا عندنا أبناء وهذا لو دخل الابن وهذا نصيحة لك يا ابني ويا بنتي تبتكسبوا أمكم وأبوكم عليكم بلين الكلام بلين الكلام ألينوا كلامكم لا تدخلوا أنتم عاصمين لو جيتوا دخلتوا أنتوا راخين راسكم لأنوا أخفض لهم جناح الذل من الرحمة طيب جيت قلت السلام عليكم أبوه طبعا أنت ممكن تسمع موشح يعني أنا بقول لكم أولادي ممكن تسمع موشح ومفين حضرتك كنتم أنا عارفة إيه لا تردوا لا تقاوحوا لا ترد بيه والله كنت فينا صح يا ابوه على أمرك والله صادق صح أنت تحرف يا ابني وهذه نصيحة أسمعوها يا أبناء ويا بناتي والله حتكسبوا آبائكم وأمهاتكم لو جيت قلت له صح يا ابوه كلامك اللي قلت والله أنا آسف وأنا سامحني قاعد أخرت اليوم ولا ما سمعت كلامك والله وأنت معك حقه هذا إيش هيصير لا شعوريا خلاص أنت طفيت الأب طفيته طفيت الأب والأم خلاص ما عندهم كلامة ساسة يتكلموا فيه لأنه أنت أعترفت على طول لكن لما تجي تقول لهم أنا ما كنت أدري أنا ما أدري إيش أنتوا ما بتعاملوني زي إيش أنتوا كل كلمة تقولولي هي وده اللي بيحصل للأسف من الجيل الحالي ده أنه كل كلمة بكلمة كل كلمة بيردها طبعا يعني الفضل الكبير في ذلك للإعلام للتلفزيون للمسلسلات اللي بتيجي يعني المسلسلات اللي موجودة عندنا هنا بتشوفها سواء كانت مسلسلات أجنبية أو مسلسلات عربية أو شيء تلاقي البنت فعصة عمرها 12-13 سنة تبعد ترد لأبوها وللأم تقول أخرج من الغرفة نعم طبعا طبعا أنتم ما حد سووها لكن بتترسب في النفس الجيل بتفرج عليها فكل كلمة تترد على الأب والأم كل كلمة لكن لو مجرد أنتم قلتوا صح يا أبويا والله صدقوني وجربوها أنتم من تخسروا نشوفوا حنا عندنا الجمعة من الجمعة دي للجمعة الجاية طبعا لا تسووا مصائب وتقولوا أن بنجربها لا يعني لكن إلا ما حدمر بكم مواقف جربوا هذا الأمر ونستنى آراءكم من جد يعني أنا أبغى آراءكم منكم أنتم هل جربتوا دي الطريقة السلام خلينا نمسك خلق 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 شوفوا ما حقدر أقول لكم في فترة واحدة أتعلموا مثلا الإقاء السلام أتعلموا فن الاعتذار أتعلموا فن التفهم أتعلموا مثلا فن الاحترام ما حنقدر كله في واحد أسبوع أنتم تخلي عادة أبدأ خلق خلق وأبدأ بأبسطها عليكم طيب علشان إيش تتعصل فيكم بعد ما تمشي هذا الخلق اللي موجود فيكم أنتقل الخلق الآخر ما هي مشكلة الإنسان يتعلم ألين يلاقي ربه فأبدأوا الآن بخلق إفشاء السلام أرجوكم الآباء الأمهات المعلمين المعلمات أولياء الأمور حتى وإنت ماشي مثلا للبواب للمكتب أفشوا السلامة بينكم وننتظر منكم آراءكم وننتظر منكم يعني المواقف اللي مرت بيكم أو إيش التغيير اللي حصل معاكم للجمعة القادمة يعني نتمنى يرسلوا لك على صفحة الفيسبوك ليك عادل أولية ويقولوا هل نجحت فعلا معاهم دي الطريقة ولا لا خلص إن شاء الله حنعمل معاهم أي فالسلام إلقاء السلام لليش لمن عرفته ومن لم تعرف تعال شوف يعني حتى الابتسام تبسمك في وجه أخيك الصدقة طبعا مو رحوا يقول البنات رحوا تبسمي في وجوه الأولاد لحا تفهم نبدو الطريقة طيب لحا تفهم أبدا رح يا بنت ما شاء الله تبارك الله وتبسمي في وجه الشاب وقري له تبسمك في وجه أخيك صدقة لا يا حبيبتي هذه تصير شي تعني ما تصير صدقة طيب تصير يعني وزر عليك هذه تصير نظرة في ابتسام عليك فالجحنم وحب العاذب طيب لا نقول لك إيه بدل ما تدخل وجهكم كأنكم عبوسا قمطريرة ادخلوا تبسموا ترى الابتسامة معدية معدية الابتسامة حتى لو أنت بتكلم بالتليفون وكنت أنت متجهم الطرف الآخر يحس بتجهمك لكن لو أنت كنت مبتسم الطرف الآخر يحس بالتبسم هذا طبعا الأعمى كيف يعرف أنك أنت بتتبسم له كيف يعرف ما يعرف من نبرات صوتك فعلا الابتسامة تعدي حتى شوفوا ما في إنسان في الدنيا خالي من الهموم ما فيش إنسان في الدنيا خالي من المشاكل لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ يُكَابِدْ لكن في فرق بين إنسان يغرق في الهموم وينسى حبل الله الممتد له وبين إنسان يتمسك بهذا الحبل طيب ويقول إيه أنا معك يا الله وأنا متمسد بحبل الله وأكيد حيجين الفرج لا تتوقعوا الفرج شوفوا ممكن في زوجات وأزواج بينهم مشاكل قدش كترها أسأل الله أن نفرج عليهم أمهات وآباء الأم بتعاني ممكن من الأب أو الأبناء يعانوا مثلا من أب متجبر أو أم متسلطة أو شيء الدنيا مليانة بس ما انتهت والله ما انتهت في شيء يدخل الطمأنينة لقلبكم الأهية اللي بتقول إيش فمن استمسك بالعروة الوثقة لم في صام لها لم في صام لها ما قال لك اللي حيتمسك بالعروة الوثقة إنه حيرتاح لا قال لك إنه لما تتمسك بيها أنت حب لك حيكون مع الله ممتد دائما سبحان الله العظيم وحيكون الراحة النفسية لك دائما مش معناته إنه حتنحل المشكلة مشرط قد تتأخر حل المشكلة يتأخر الفرج يتأخر الفرج على الإنسان مشوف في دي الدنيا قدامكم قديش في ناس بيتأخر الفرج عليهم سيدنا يوسف عليه السلام قديش الفرج تأخر عليه حتى أصبح كده سيدنا يعقوب قديش الفرج تأخر عليه حتى لاقى ابن يوسف الرسول صلى الله عليه وسلم لما اندعى على كفار قريش لما كان في الكعبة كان يطوف وآذوه وسبوه كفار قريش سبوه بعد ما سبوه سب شديد شنيع فلما انغلق من الطواف رفع يده قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأبي عقبة من المعيد وسار يعددهم واحد واحد فوجموا كلهم ثكتوا وقالون اذهب لقد آذيناك متى الله سبحانه وتعالى أخذ له بحقه هذا شوفه كان كلام متى في مكة قبل أن يهاجر وقبل أن تموت خديجة رضي الله عنها وأبو طالب وقبل أن يعرج برسول صلى الله عليه وسلم متى ربنا أخذ له بحقه أخذ له بحقه في غزوة بدر فيقول الصحابي والله لقد وجدنا كل اللي عدهم رسول صلى الله عليه وسلم ومدعى عليهم قتلى في قليب بدر فشوف سبحان الله العظيم يعني متى جال اللي هو شف قلبه متى بعد سنوات بعد سنوات فإذا ليش تستعجلوا صحيح دي مشكلتنا إحنا نحتاج تغيير مفهوم استعجال الفرج خدوا مفهوم انتظار الفرج عبادة انتظار الفرج يا بنتي إذا أنت في عاكي مشكلة مع زوجك استمسكي بالعروة الوث استمسكي بحبل الله بخونك بيعمل كده اسأل الله أولا قبل أن تبحث عن أي حل اسأل الله أولا واستمسكي بالعروة الوثقة ولا بد أن يغير الله بحال من حال إلى حال وليس بالضرورة أن يكون الفرج كما تريدوا أنتم يعني شوف بعض الأحيان الإنسان يبغى الفرج إيش مثلا واحدة زوجها منكد عليها أو واحد واحد زوجته منكد عليه فيبدأ يدعي يا رب يهديها أو يا رب يهدي أو شيء ما يتحقق هذا الفرج فهو ليش لأنه حتى الفرج أو حتى الأم أو الأب أبناءهم مثلا ممكن يكونوا عاصين ممكن يكونوا تحبوهم شوية ترى والله الأبناء ممكن لهم عاصين والله فيهم أشياء كثيرة بس إحنا نحتاج نغير شوية طريقة معاملتنا معاهم حتى نفهمهم نعم فإحنا نبغى الفرج حطينا وحددنا بالطريقة دي الزوجة تبغى زوجها يموت فيها ويموت في دباديبها ويسيب الخيانات مثلا افترض لو عنده خيانات لو عنده شيء ويسيب دي الأشياء كلها ويجيها وهم يحطوا الفرج بدي الطريقة ويدعوا الله يحسوا أنه ما تحقق اللي هما بيدعوه بيدعي يقول لك أنا بدعي طب ما أتحقق طب أنا ليه سنين بدعي ما أتحقق تعرفوا ليش لأنه إحنا حطينا عيننا تعرفوا يعني لا مؤاخذ زي الحصان لما نحطوله الشي اسمه هذا أو السقر أو شي لما نحطوله على عينه كأنه كده حاجز عشان ما نشوف لا يمين ولا يسار يشوف بس الطريق قدامه كده فإحنا شي اللي بنسوي إحنا حطينا على عيننا زي الحاجز إنه ما نرى النعم اللي بتجينا من نواحي تانية حطينا بس هذه المشكلة اللي قدامنا وقلنا هي دي اللي حتنحل وهي دي اللي حتسير وما طال عنك شي تاني قد تكون المرأة اللي زوجها متعبها قد يكون عندها أولاد هاديين مهتدين قد يكون أولادها من أطوع الأولاد وبناتها من أفضل البنات بس هي ما شافتها شافت الراجل نعم ربنا ممكن يعطيها العوض في مكان آخر نعم ليش أنتو استمسكتوا بالعروة الوثقة صح ولا لا استمسكتوا بيها واستمسكتوا بحبل الله بس إحنا عشاننا بشر مفهومنا قاصر لا نرى ولا نعلم الغيب فحطينا إن الفرج حيكون بدي الطريقة مع إن الفرج فيه أشياء تانية ترى مرة كثير نعم هذا تغير مفهومكم كده لما تسأل هذا صدقوني لما تسألوها دي حتحسوا بحلاوة في قلبكم لما نجي بنقول تعال إحنا بنربي المفاهيم عند نفوس الأزواج والدوجات والآباء والأمهات إحنا بنتكلم على مجال أسرة الآن إحنا معاكم في بيتكم أنتوا الآن بتسمعونا كانوا الرادي محظوظ معاكم في البيت فإحنا كانوا قاعدين معاكم جلسة في بيتكم فإحنا نتربى ونقول كيف أنا أغير مفهومي نعم أول من المفاهيم اللي أنا أحتاج أن أغيرها إني أغرس مراقبة الله في نفوس كل اللي حوالي كيف أغرسها مراقبة الله كيف أغرس الخوف من الله تعالوا نشوف آية واحدة بس طبعا الآيات كثيرة لكن سأقول لكم في آية والله إننا ندكنها لما استمعتها لقد قلت سبحان الله عظيم أول مرة أحس بمعناته في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه إيه جنتان والآيات التي بعدها وصفها الله سبحانه وتعالى ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان ووصف الجنة هذه بعدها ومن دونهما جنتان إيه هم مدهامتان ما قد خطر على بالكم إحنا كل اللي نفهموا إنه الجنتين الأولى للي خاف مقام ربه والجنتين الثانية للي أقل صح ولا لا صحيح ما قد خطر في بالنا إنه الجنتين الأولى والجنتين الثانية هو لمن خاف مقام الله يعني لمن خاف مقام الله له أربع جنان الله أكبر شايف ربنا الله عز وجل يقول ومن دونهما يعني يعني بعدهما أو كذا أيوه ما بان هنا فيه مستفر ما بان ما قال ومن دونهما جنتان لمن يعني لمن أقل في الخوف أو شيئا ما زال السياق في موضوع الخوف من الله لمن خاف نعم إذن زي إحنا بنقول مثلا مثلا المزيع متميز عادل له كذا كذا وله أيضا أقل من كذا هذا الأشياء إذا معنات أنت أخذ كل المزايا فهنا نفس الشيء ولمن خاف مقام ربه جنتان وشوفوا وصف الجنتين دي أرجعوا له وبعد كده ومن دونهما يعني إذن اللي خاف مقام ربه له أربع جنان فقديش الأربع جنان إذن معنات أنا هدفي إني أنا أغرس مخافة الله لو انغرست مخافة الله والله ما في رجال حيخون مرته ولا في رجال حيتكلم ويرسل بالشات ويرسل بالماسينجر ويرسل بالتواصل هذا اللي جات وبال على المجتمع فيها تواصل أي نعم ولكن في نفس الوقت أخدوا الناس زي السكين أخدوا السكين ناس أخدوه بالحد المزبوط وناس أخدوه بالمقلوب بالعرض قطعوا في يمين وشمال أي راجل إذا هو عنده خوف الله في قلبه والله ما هيجرؤ إنه يرسل رسالة أو يتكلم كلمة أو يخون حتى زوجته أي ولد ما هيجرؤ إنه يحط سجارة في فمه لأنه عارف إنه ربنا يغضب منه ما هيقدر يسوي أي غلط ما في شباب حيعاكسوا لأنهم يعرفوا مراقبة الله كيف حتحسوا ده طب أنا كيف أغرس في نفوس أطفال أولادي يعني ناس كتير حيقولولي طب أنت قاعدة بتقوليلي طب كيف أديني الطريق نعم يعني أنا حتى هذا ده التطبيق كيف ممكن يكون أيوة الكلام سهل أيوة أنت بتقول لي كلام طب التطبيق كيف يكون كيف تطبق هذه الأمور معايا التطبيق ما هيكون كن فيكون إحنا مشكلتكم ولكنكم قوم تستعجلون إحنا نستعجل نبغى كن فيكون نبغى نربي بزورتنا من صغرهم ولما نسل عمرهم بيدخل في سن المراهقة اللي هو سن الجنان هذا حق المتوسط نبغاهم يكونوا ما شاء الله غرسنا فيهم ما نبغاهم يغلطوا نبغى بزورتنا أنبياء ما يغلطوا وإذا غلط واحد فيهم الدنيا تقوم وما تقعد يا جماعة أنت يا أب غلط وإنت يا أم غلط وإنت صغار طيب ليش ما نتقبل غلط أولادنا ليش ما نحاول نحتويهم إذن أنا أبدأ من صغرهم تعالوا خلينا نبدأ من أولادك وإنت صغير وهو صغير وهو مولود لمن هو مولود دائما التحصينات دائما الذكر دائما بسم الله لا يزال لسانك رطما بذكر الله الطفل لمن يكبر حيتعود أنه إيه أنه دائما يرى الأذكار أمامه الأذكار أمامه هادي سماعه للقرآن إنام على القرآن تحط له يعني ما بقول لكم خلوه قاعد في قوقع لا الملاهي كثيرة ما حقول لكم والله أمنعوه من كل شيء حيروح يسويها من وراكم لكن لما أنت تقعد قدامه وإنت توجهه ما هو حل شوفوا المنع ليس وسيلة للتربية المنع ليس وسيلة للتربية لكن هو يشوفي ميز الخير من الشر وإنت تقعد معاه في البداية توريه أمهات أبهات جالسين أولادكم بتفرجوا على التلفزيون طيب ما هو حل أنكم أنتم تقفلوا لهم التلفزيون ولا هو حل أنكم تحطونا بس القنوات الإسلامية طيب حيروح أنتم ما حتقدروا لوحدكم تمنعوهم حيروح عن بيت الجيران حيروح عن بيت خالة وعن بيت عمت وعن بيت أي أحد يتفرج على الشيء أنتم كده لما بيتمنعوهم في بيتكم أنتم هتروحوا في مكان تاني هتلاقوا أنه سووا شيء من وراكم عملوا شيء من وراكم لكن ما هو حل أن أنا أخلي الطفل أعلم وساعة أنه يكذبوا أن يخدعني لكن لما نكون معايا طيب في أمور مثلا الموسيقى عالية يبني وطو شوية الموسيقى الله تعالى ربنا يحبنا دائما خلوا محبة الله لا تخلوا ربنا يغضب منك ربنا حيعذبك بالنار حيذكبر الطفل وهو يشوف أنه أنه هذا الرب فقط للعذاب والغضاء لكن لما انتجي تقوله ربنا يحبك هيحبك هيعطيك شيئا كثيرة هيعطيك في الجنة الألعاب التي تبغاها خاطبوهم على قدر عقولهم دال الصغار هذول لو بدأت تتربوهم طيب من صغرهم إلا ما حتجدوا حتى لو كبروا وأخطأوا الطريق إلا ما تكون البذرة في نفوسهم وحتخرج فيهم من الأيام ستلاقي حتى بعض الأطفال يقولوا لأباءهم هذا شيء جميل يسعدنا نقول يا بابا أنا أحب ربنا أي هذا دليل على أن الأب والأم غرسوا في نفوس ربنا هيعذبك لا تذكروها أخرسوا محبة الله في نفوس أولادكم وهي صغيرة ترى لا تفكروا أن الأطفالكم ما يفهموا ترى من عمر السنة من عمر الشهور عندكم هذه الله يوفقك الدعاء الدعاء لهم الله يوفقكم الله يرضى عليكم الله يحفظكم الله يبارك فيكم سووا مشاغبة وطبعنا البزورة الصغاري خرجوا قرون مو واحد قرون للأم وللأب لم بالذات ما شاء الله لقول تلب الله لما نكونوا حركين وهذا طيب ليش ما تدعو لهم ليش تدعو عليهم إياكم ثم إياكم يا أمهات ويا أبهات تدعو على أولادكم قد توافق ساعة إجابة طيب فيحدث يعني سبحانه العظيم اللي دعوتمو على أطفالكم أنتوا لها تدعو أبسطها أبسطها كلمة إيه يعني لا مؤاخذة أنا ما حب أقولها يعني لما نواحد يقول للتاني وجع حانا هنسبحنا من أعتبرها صح ولا لا طيب طيب يش هل وجع هذه حانا كأنه تبغى طفلك مرض ليش ليش تدعي عليه ممكن إيه نافعلا بمثابة الدعاء الدعاء لما انتجي بتقول له دي الكلمة بمثابة الدعاء اللي بتدعي عليه ولا عساك ما ادري إيش ولا عساك ما ادري إيش من الألفاظ للمفروض ما تقال لطهر لسانكم أنت يا أب ويا أم أنت القدوة أنت القدوة في غرس محبة الله في نفوس أولادكم أنت القدوة في غرس مخافة الله في نفوس أولادكم لما نالابن يشوف العب ترى ابنك يحبك يا أب ويقلدك في كل شي في كل شي لو أنت بتسب طيب حياخدها منك وللأسف للأسف اللي بيحدث إيش أنه لما الطفل يبدأ يتلفظ بعذه الألفاظ نقوم نخاصمه طب لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عارل عليك إن فعلت عظيم طب الأب بيقول ده الكلام حاج يقول لك أبسر شي طب بابا بيقول كده هتقول له بابا غلطان أنت فقدت القدوة فقدت القدوة ده نعم تدخينكم أنت يا أبهات الله يتوب عليكم على كل مدخن خلي شركات التدخين تخسر براحتها تدخينك أمام طفلك ترضى أنه ولدك يمسك سجارة صغيرة ويشرب هتضربه هتخاصمه هقول لك طب يا بابا أنت طب أنت بتشرب هتقول له أنا والله ربنا بتلاني كده وهذا طب ما عندك قوة إرادة ما عندك قوة عزيمة المعسلات اللي منتشرة حين بأن البنات على الأولاد على الشيء هذا أنت كيف يا أم يعني بأي منظر تبدأ تأمر ابنك وولدك بمكارم الأخلاق وانت بتعملي جزء من مساوي الأخلاق بياخد في المدرسة عن أضرار التدخين بيجي يلاقي أمه أمه في البيت ولا أبوه في البيت بيدخنه ولا بيعسره ولا بيشيش أي قدوة صارت عنده وبعدين شوف أقول لكم شيء أبهات أمهات هذا الزمن ده الزمن غير زمننا إحنا وغير زمنكم إنتو زمننا إحنا ما كنا نجرؤ إنه نرفع عيننا في عين أمنا ولا أبونا ما نقدر نرفع عيننا فيهم يقولون الكلمة ما نقدر نرد عليها قالونا لا تعملوا كده ما نسألهم ليش ما تبغوط نسوي هذا زمننا إحنا الكبار العجازي لزيحالاتنا طيب زمنك إنت لهم المتوسط طيب برضو كان عندك الاحترام صحيح لم يوجود هذا كان عندكم الاحترام ما تقدروا تقول لأمه تقدير لكل كبير سواء أب أو أم خال أو عم ما تقدر تسألهم ليه تعال الجيل هذا حط قبل خمسة سنين ودحينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله السنة ما شاء الله تبارك الله تطرح بلد ما شاء الله تجي تقول له لا تعمل كده طب ليش عشان ما يقسن تتعب فيه طب ليش أتعب طب ما نعرفه تفضل يقول لك ليش 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 ألين لما نقشأ الأم والأب يفقدوا طورهم فجيل الأيام هادي طيب لا تجي تقول له تضحك على عقله بكلمة ما ينضحك على عقله بكلمة صار هو يفهم وهو يديكو هذا مرة شفت كركاتير كان يعني شي اسمه هذا إنه الأطفال اللي مجي يسألوا أسئلة فطبعا الأبهات والأمهات بعض الأحان يحرجوا من الأسئلة اللي بتكون بعض الأحان أسئلة محرجة نعم فيقوم يقولوا لهم أي كلام ما صار عندهم أي كلام يفتح الانترنت وخرجوا المعلومة على طول خلص صار إيه؟ ما عندي يصدق أمه وأبه هنا انت كيف حتغرز فيه إذن هنا يجب أن تكون صادق في كلامك يجب أن تكون يعني تتعد عن مساوى الأخلاق لأنه عندك كاميرا تسجل كل شيء أنت بتسوي وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيته هذه سبحان الله العظيم اللي بناخد جزء جزء يعني هذا احنا قلنا الآن خلق السلام إفشاء السلام إذن إفشاء السلام القدوة الحسنة خليك يا أم يا أب قدوة لأبنائكم يا زوجو يا زوجة انت تبغى زوجتك تعف وتكون محصنة وعفيفة تعف انت يعني سبحان الله العظيم اللي بيآذي بنات الناس ربنا حصلت عليه من يآذي أهل بيته يا زوج إذا أنت كان تبتخون ولا تبتتكلم بالتليفون ولا بتعاكس دا وهذا للأسف بتجي رسائل كتير من معاناة زوجات إنهم اكتشفوا من الشهر الأول من زواجهم إنه زوجها بيكلم مثلا بنات أو عنده شات أو عنده أشياء وبتنعكس على هذا إيش اللي نخليك تروح للحرام ليش تروح للحرام فين خوف الله شوفوا أي إنسان يكون بيزوي شيء ولو اهتزت الستار خاف منها فهو لم يقدر خوف الله في قلبه لأنه خاف من الناس وهو لم يخشى إيش ولم يخشى الله مطلعنا الله عليه طب أنذي كيف هتغرس هذه نبدأ وحدة وحدة لو استمريتوا على الذكر والله لا شعوريا هتلاقوا نفسكم إلا ما يعني استشعرتوا معانيها يمكن أول أسبوع أول شهر أول شهرين أو حتى أول سنة بتقولوها بلسانكم بدون قلبكم بس بعد كده هتجي في قلوبكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليش ما صارت الصلاة تنهى الآن ليش ما تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنه إحنا ما بنؤديها بقلوب هنا أبهات أمهات أزواج وزوجات أبناء وبنات أمك وأبوك بيضايقوك طيب غير المفهوم غير المفهوم اعتبر إنه أمك وأبوك هدولة هم بابينك للجنة إيش ما يكونوا معليش في أمهات وأبهات كتير للأسف بيحطموا في أولادهم طب تعرفوا إيش السبب في ده إيش السبب في إنه الأبهات والأمهات بيعملوا كده تو أنت التمس لهم العذر أنت ما تعرف إيش هم عندهم أنت ما تعرف الأب أبوك أنت كيف تربى قد يكون تربيته كانت قاسية قد تكون الأم تربيتها قاسية لم تتعلم ما تعلمت أنت إذا ربنا أكرمك بالعلم وهم تعبوا وعلموك وهذا ودحينا ما هم عاجبينك أمك وأبوك مهما كانوا قساء فهم أمك وأبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريد من أستاذ عتدال نصيحة عن اللي يفكرون في الانتحار أن قل تحياتي وسلامي الأخت ميناء العبدالله طبعا نقول افتقدناها كثير هل تركت الإذاعة أم هي موجودة لا هي موجودة إن شاء الله وحيكون معها برنامج جديد اسمه طاقات حتوفيكم مياه إن شاء الله مع الأسبوع القادم وطبعا هنأخذ اتصال هاتفي إلى أن تأتينا رسائلكم النصية مرحبا عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها حبيبة تتفضل يا مام بارك تتفضل يا أختي يا أخي أبوك أنت وجونت وبيهات للأمهات والأبا حول أبنائهم في البيت لأننا عندنا أخنا أنا عندي أخي أبوك دائما كل ما جاء أخي يطلبي شيء يقول لي ما عندي شيء أبوك يعني يمزح علىه ودائما يكسه ودائما يعني دائما أن نفوق السخص أبوك تنتم لهذه الأعباء والأمهات ضايف إن شاء الله يا هلا شكرا الله يسلام أخذ تصال آخر مرحبا 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 يا هلا حياك الأخوي تعرف عليك معك صالح الله يحفظك تفضل أخوي صالح الله يسعدك لو سمعت عندي استشارة بسيطة ممكن لا يتفضل معك الأستاذ عتدال الله يعطيك العافية مستاكم الله بالخير أهلا وسهلا يا ورد تفضل يا بني الله يحفظك أستاذ يطول شيء عمرك إن شاء الله الجميع إن شاء الله افضل عندي مشكلة بسيطة طبعا مع زوجتي أنا لي سنة طبعا متدوج وهي حاملة الآن في الشهر السابع فحصلت مشكلة بسيطة كذا تطش بسيط يعني بيني وبينها فراحت عندها لها وكذا فلها شهر الآن عندها لها أوكي فالآن أبغاك تعطيني الحلول الله يحفظك يعني الطرق الإيجابية اللي أكون يعني أمشي عليها أنا أو كم عمرها زوجتك يا صالح وكم عمرك عمرها 19 وأنا عمري 24 نعم طيب وإيش رأي أهلها لما هي راحت عند أهلها يعني هل هم يبغوها تنفصيل ولا يبغوها تنفصيل هي طبعا طبعا أمها يعني شديدة شوية وطبعا دائما أنت بتكلم البنت بتكلم البنت بتكلم البنت من ناحية أنه يعني زوجك لازم يقول لك شخصية ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا يشهد الله أني يعني الحمد لله معها يعني قائم بحقوقها وكذا طبعا أبغا نبح لنقطة نحن فاكنين مع أهلي في البيت هم يبغوك تخرج من أهلك لا ما طلبوا هذا الشي لأنهم هم برضو نفس النظام عندهم طيب طب يعني إيش المشكلة أنا ما نعرف إيش هي المشكلة يعني بالزبط المشكلة أقول لك تطشات بسيطة يعني ما ما في كوي ما في غسيل ما في طبخ ما في زي كذا يعني وكانت مشكلة من رمضان يعني من عشين رمضان يعني أنا ما نفاهم إيش السبب اللي خليها تخرج من البيت وتغيب شهر السبب اللي لإني ما ربيت طلباتها اللي هو الطلب الأول إنه كان تبغى تسوي عمره وكذا في رمضان وإي حامل أنا كنت يعني مشهول وكذا طيب ما قدرت يعني أوجيها باللعلة وبدأ يعني الحساسية وبدأ العناد طيب إن شاء الله بإذن العربي ساحل إن شاء الله الله يعافيك أياك الله ناخد تصال آخر ألو مرحبا فضل أخوي تعرف عليك السلام عليكم عليكم السلام اسم الكريم أخوي معك بندر بندر حياك أخوي بندر فضل ما أدري أخوي أنا على الهواء أنت على الهواء نعم تفضل معك الأستاذ اعتدال إذا حبيت تفضل تفضل يا ابني تسأل السلام عليكم أستاذ اعتدال عليكم السلام يا أولد تفضل يا ابني كيف حالك يا أمنا التالت الله يكلمك يا رب إن شاء الله الحمد لله فضل الله أستاذ اعتدال نعم أنا بأتكلم داوب معك على الفيش وبأتكلم عن أستاذ عادي أي أياك الضخم بس توجه نصيحة مهم يعني للأزواج والزوجات ما هي يعني من ناحية أن المعاملة كافية أستاذ اعتدال أي إنّو آآ يعني إن الزوجة ما تفضل على الزوجها في مجال عمله أو إنها ما تقعد في كل مرة تهدد أنا حروح بيت أهلي أنا حكلم أبي والزوجة يعني بيكون جدا مخلص معاها وغير كده أستاذ اعتدال موضوع غير المفرطة يعني غيرة غيرة غير طبيعية زوجتك يعني أيوة غيرة غير طبيعية وعلمني أنه أنا الوحيد اللي يعني برح لأمي يعني أبر فيها وفهمتها الكلام دايما خطبة فهمتها في كل حاجة ولكن للأكس كل ما أسوي حاجة بترجع تنتكت عارفة كم سنة ليك متزوج يا بندر هذا تقريبا ثلاث سنة وعندنا مولود كم عمرك وعمر زوجتك أنا عمر الضحين ثلاثة وثلاثين وهي تقريبا عمرها 29 سنة يعني العمر قريب يا دكتور اعتدال أيوة أنا بس أتوجه بنصيحة يعني المرأة في كل حاجة أنا حروح بيت أهلي أنا حفعل أنت ما أنت قادر تعيشني أنت ما أنت قادر دمسؤولية كل يوم يومين ثلاثة أيام أحاول هدي الموضوع بقرأ عليها بسوي المستحيل أنت بتشتغل يا بندر بندر أنت عندك وظيفة أنت الحمد لله وظيفة جدا ممتازة ما شاء الله تبارك كما وإيه ما شاء الله موظفة وأنا اللي تركب كم يوم كلمتك عن فيسبوك في الرسائل طيب فأنا بس أبقى توجيه أبل اعتدال بموضوع الأهل أنا أهلي ما بيدخل وأهله ما بيدخل بسيب ضد طريقة وما تضغط علي أهلي حيسو أهلي حيفعله خلاص الواحد يا دكتور اعتدال حيكره حيكره نفسه لكن العمد لله أنا إيماني قوي كلامت أبوها قبل كده كلامت أبوها يا بندر كلامت مسكين جدا راجل فاضل وطيب جدا وأمها طيبة وكلهم طيبين بسي ما أدري هلو عدم توجيه ضعف منها أو أن المستوى المادة أعلى مني أنا لا أعلم فأبوى توجيه للموضوع هذا كله طيب إن شاء الله أنا أسمع كلام طيب طيب إن شاء الله الله أعافيك أخوي حياك الله يا أهلا ناخد تصال ثالث بعدها ناخد الإجابات فضل ألو عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تعرف عليك أخوي حياك الله كيف حالك يا دكتور الحمد لله والله موضوع بصراحة شيء جدا ولكن نتمنى فعلا التطبيق هذا واقعي جدا أنا أب ما شاء الله سبع أطفال ما شاء الله من المنفل الثانوية والمتوسط ما شاء الله ولكن عنات بداية حياتي مع والدي لأني وحيد أيها ولكن الآن الأبطال قريب منهم جدا فصار الطفل ما يلجأ إلى أصحابه أكثر ما يلجأ لأبيه صح فعلا نفس الأسلوب هذا بنفس المنطق فعلا حتى خطاه لابده يوخد بطريقة ثلثة وبطريقة حلوة حتى يبتفع عنها صح من ضمن الموضع للموضع عندي في المرحلة تقريبا المراهدين عندي قد أصلا كان شدي شوي في المرحلة هذه فبديت أخذ أعطي معاه بروش طيبة بضحكة ببسمة بتفاهم للشي خلاص أوكي لما عرف أنه أنا قربت منه صاري فارحا يكفي البشر طيب ما شاء الله تبارك الله حلو كلامك فعلا منطقي يعني لا تهدده ولا بالعكس أنت لو فهمته الحجم الخطأ أنه أضراره كذا وكذا وأنا علي نصيحتك وانت بعد كده مستقبلك كده خلي مفهومك يا ابني خلي نظرتك هدفك فتقلي ما حتعانوا منها نهائيا بذن الله صح صح موضوع بصراحة شيك وألفت نظرية رغم أنه الوقت كان كثير اللي أخذتم من البرنامج حيات الله يا ريت تحطوا للإعجاب والتجربة والإستفادة إن شاء الله إن شاء الله يا ريت لو وضعتوها أسبوعيا ومن أول حلقة إلى آخر حلقة وأكون شاكر لضيوبك وشاكر لك بصراحة على هذا البرنامج والله يفوقكم جميعا يا رب شكرا وابطاق أياك الله نأخذ الإجابات لسالة اعتداد طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان من الأول رسالة لمن جات اللي هو كيف يفكر في الانتحار طبعا التفكير في الانتحار أساسا سبحان العظيم ورسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عندما تضيق الإنسان به دروب الحياة وعندما تضيق عليه نفسه يعني والله سبحانه وتعالى قال إيش حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما رحبت اللي هو جاءهم جاءهم يشأ الفرج وجاءتهم التوبة فمعناته إن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه ترى الإنسان قد يصل إلى مرحلة تضيق عليه حتى نفسه اللي بين جنبه تضيق عليه لا يستطيع أن يستوعبها فإذن اللي خلقنا هو أعلم بنا من أنفسنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قال لا يتمنين أحدكم الموت لذر أصابه فإن كان لابد فاعنا فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خير لي وأمتني إن كانت العيش الوفاة خير لي فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا بيعاملنا إنه إحنا إيش إنه إحنا بشر إنه إحنا عندنا طاقات وعندنا مشاعر وعندنا أشياء بنحس بيها يعني بيتفهم هذا القرآن ولكن يوجهنا في طريقة التعامل معها إيش التعامل معها إنه اللجوء إلى الله سبحانه ودعا وضع البدائل انتظار الفرج عبادة قلنا لما أنت بتغير مفهومك من شيء لشيء اللي بعد الحال ما لقى عمل أو اللي يكون شديدين عليه مثلا أهله أو تكون حصلت لمشكلة تنتحر على إيه تنتحر على إيه الدنيا مليانة مشاكل لكن انظر إلى النعمة التي عندك شوفوا مهما كانت مشكلتكم هنا مهما كانت مشكلتك ما حتوازي مشكلة إخواننا في سوريا اللي حصل لهم بالكيماوي اللي حصل لهم بهنا إيش مشكلتكم أنت مقارنة بالتانيين مقارنة بمن هدمت بيوتهم مقارنة بمن قعدوا في الخيام بعد ما كانوا في بيوت زيكم بزيهم لأنه كل ما أنتو تفكرتوا في نعم الله كل ما حتهون عليكم وتصغر المشكلة دي لكن لما تجد حطوا المشكلة هذه قدام عينكم قلت لكم زي اللي بيحط الحاجز وما بيشوف شي غير هذا غير مصيبته غير مصيبته نعم يعني أنت بس والله وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها نعم حتى بيقول لك سبحان العظيم من اللطائف في القرآن وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها قال لك نعمة مفردة نعم طيب ولا تحصوها معناته بالجمع كيف صارت نعمة مفردة وحصائها بالجمع الله يقول لك كل نعمة تحتوي على نعم عديدة طيب يعني تعالوا شوفوا مثلا نعمة البصر نعمة العين الأذن السمع نعمة الماء يا جماعة أنتو عندكم موية حتى اللي بتنقطع الموية عندهم وعب الماء يوقفوا في الطوارير ويجيبوا الموية بس في الأخير أنت بتستخدم موية وما كيف مساكين اللي قاعدين في المخيمات واللاجئين إيش الموية اللي عندهم إيش الأكل اللي عندهم أنتو بتاكلوا لو جعتوا ما عندكم أكل فقير جدا بيلاقي على الأقل عايش صامول بيلاقي بيت يقوي أو شي ما حتى الفقير حتى هده يعني أذكر مرة قصة أنه كانت فيه امرأة بيتها يعني فقيرة جدا جدا وكان بيتها بلا سكف فحطت مطرة فقاموا شالوا باب البيت وساروا تخبوا وراه فابنها بيقول لها يا الله يا أم الحمد لله إنه إحنا عندنا باب نتخبى تحته كيف اللي ما عندهم بيباد يا الله هذا شوف هو سبحان الله العظيم وهو فقير جدا جدا نظر لنعمة الباب ترى أنتو في نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اللي بدي يفكر في الانتحار طيب والله إيش حقوله أخي شعرح أنتح براحتك ما حتعذب غير نفسك لأنه شوف إذا الإنسان قناعاته هي في داخله ما حعملك أنا نغير له قناعته لكن أقول له شوف تفكر في دا وتفكر في دا وتفكر في دا يعني بلا هيافة وبلا قلة عقل وبلا هذا إيش نتفكر في الانتحار عشان شفتولكم في الأفلام وشفتولكم في المسلسلات كم واحد انتحر كم واحد هات فين إيمانكم بالله فين تقولوا لا إله إلا الله مجرد أنت لا إله إلا الله كنز من كنز شي اسمه مفتاح الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنز الجنة لما سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ضعف إيمان وقلة إيمان إلا بدي يفكر في الانتحار أقول له لو سمحت رحبت قراسك في الحيط كم مرة وبعد ذلك الساعة فوق إذا عورتك عورك الجذر ذلك الساعة أنه الانتحار سيعورك أكثر بلا كلام بلا كلامي يعني ما نداري إيش الهيافة سبحان الله العظيم عند الناس اللي بلغت فيهم إنه والله يقول لك أفكر في الانتحار غير اللي يكون وعاذ بالله مرضى نفسيين سبحان الله العظيم يعني يعني فيهم جنون فقدوا الأقل هدولة حتى كحرام يعني مغلومة ما بنتحروا دولة المساكين ما بنتحروا اللي بنتحروا الإنسان الطبيعي اللي إيش اللي حط نظارة سوداء على عينه ورأى كل الكون أسود إنتوا بيدكم تسعد نفسكم وإنتوا بيدكم تشقوا نفسكم بالنسبة اللي بيقول يعني بالنسبة التعنيف الأبناء وهذا حتى تجي إن شاء الله بإذن الله في حلقاتنا كيف الأمهات يتعاملوا مع أبنائهم في أثناء الأخطاء حقتهم صالح اللي بيقول أنه يعني زوجته الشي اسمه هذا متزوج ومرته في الشهر السابع وراحت بيت أهلها واضح إنه عقلها صغير 19 سنة يعني البنت عقلها صغير من جد إنه على شي هايف وهذا وإنت عملك 24 سنة يعني ما أقدر أقول أنت مرة صغير لكن هي عقلها صغير أفضل شي اتصل على أهلها طيب واتكلم معهم إيش الأشياء اللي هم ما يبغوها الأشياء المنطقية وليليهم حق فيها حاول أنك إنت يعني تتفاهم معهم وفي تغيير الأشياء الغير منطقية وغير هذا في عندكم سبحان الله العظيم أنك أنت تقدر تتعامل معهم وسط من الأهل وسط من الكبار في العائلة في أشياء منطقية تتحل وفي أشياء طلبات بعض الأحيان عند النساء بتكون غير منطقية أنا أقول لكم شي يا بناتي ويا أولادي ترى ما فيش إنسان كامل ولا في زوج كامل ولا في زوجة كاملة أنت يا بنتي تبغي زوجك يكون كامل من مجميعه في واحدة سنة فهي ممكن تغير أنت يا ابني تبغي زوجتك كامل من مجميعه في واحدة سنة أو في ثلاثة سنين حتى في خمسة سنين لسه الحياة الزوجية قدامكم قدش كترها أمكم وأبوكم كيف عاشوا مع بعض كيف تحملوا بعض فكرك أمك كاملة ولا أبوك كامل طبما كلهم صارت بينهم مشاكل لكن صبروا على بعض وهذا أكبر خطأ أنا بقول للبناتي إياك ثم إياك تقعد تقولي لك والله رح بيت أهلي ترى يوم من الأيام زوجك إزعل منك يقول لك تفضل يروح بيت أهلي قل عد ترجعي هتقعد في بيت أهلك في البداية هتقولي طيب والله أنا سويت اللي في دماغي وقعد في بيت أهلي خصوصا خصوصا متى لما ما يكون فيه عيب شرعي يعني شوفوا العيوب الشرعية اللي هي فعلا تقولوا لأ ما ينفع الاستمرار فيها طيب اللي هي مثلا يعني شرب إدمان ضرب هذي نقدر نقول فيها إنه والله ما ينفع الاستمرار معهم مع الزوج أو مع الزوجة لكن إذا كانت فيه والله عصبي والله ما يقوم يسوي البيت دايما ما يوديني مشاويري ما نعرفه وتزعل وتروح بيت أهلها هذا ما هو حل بتكون يا بنتي هدمت بيتك وتكون يا ابني هدمت بيتك والله دي ما تسمع الكلام ما تغسل ما تكوي ما تسوي ما نعرفه ما هو حل الخروج وإنكم تهدموا بيتكم ما هو حل هناك حلول تقدروا تقعدوا فيها تتفاهموا مع بعض تمشوا طريقة علمية مع بعض تحطوا لكم هدف تبدأوا تبنوا حتتغيروا والله حتتغيروا ما فيش إنسان بيقعد زي ما هو أنتو نفسكم هل أنتو أول السنة زي آخر السنة تغيرتوا نعم تغيرتوا حط دأجاتكم يعني تجارب كثيرة وجاتكم أذكار وغيرت شخصيتكم ترعى تتغيروا من غير العقل أنه البنت كل شوية تهدت زوجها هنا نصيحة ليك كلم معاهم بحزم ارجعي لبيتك ارجع لبيتك في أمور اشلسوا انت ويا حلوها مع بعض اطلبها من بيت أهلها إنها ترجع للبيت وتفهم معاها انت وياها حط راسك في راسك وتفهم معاها وخليها تقرأ خليها تسمع حط لها كتب حط لها الحلقات حقتنا السابقة خليها تسمع في حلقات في ناس أفضل وأعلم مني كثير دكتور طارق الحبيب دكتور ميزر طاهر دكاتر في لهم برامج في اليوتيوب مرة حلوة اسمعوهم إلا ما حتتغير وحترجع تفهم هذه العدمية بندر اللي بيقول يعني تعبان من زوجت والله يهديها واسلحها شوف بعض الأحيان أنت بتقول أبوها الله يكرمه مرة ممتاز إذا معناته أنت هنا كسبان شيء في صفك نقطة في صالحك هي المشكلة منها هنا إذن في عندك هنا لك حل معاها يجب أن تكون أكثر حزما معها تبقى تهددك تروح تقول لك كل مرة تهددك تروح بيت أهلها بيت أهلها طيب أنت تتكلم معاها تقول لها لو رحت بيت أهلك مش هترجع تاني كون صارم معها بعض الأحيان بتنفذ التهديد هي الخسرانة ترى هي الخسرانة ونبقى أقول لكم يا بناتي طيب لما تبعد تهدد زوجك ترى الرجل ما يتهدد الرجل ما يتهدد ممكن يسكت 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 وآخر شيء يصل به الحال أنه يقول لك تفضل وروح بيت أهلك أنت الخسرانة أكبر خطأة ترتكبية بنتي لما تفضلي طول ما أنت قاعدة أو أي خصمة سارت بينك وبين زوجك والله لو كان ميت في دباديبك لو كان يبوس الأرض اللي أنت تمشي عليها لما انتصل بالرجل إلى مرحلة يمل منها تماما ويمل من التهديد يقول لك تفضل يروح ساعتها أنت الخسرانة في البداية حيقول لك أوه والله طيب وتمسك بيكي بس مرة على مرة ما فيش إنسان ترى أنت حتى الطفل مش الرجل الطفل الصغير لما تقول له والله حضربك في أول مرة يخاف من الضرب والله حضربك وتبدأ تاخديها آخر شي يقول لك طب ضربين إيش تبتسوي طب ضربين هي إيش تبغي إيش كل ديتها كف كفين وراحت خلاص إذن كثرة استعمال التهديد ما هو أسلوف التربية ولا هو أسلوف التعامل هنا أنا بأقول لك أنت الغيرة المفرطة تكلم معها بحزم طيب في عندك علاج الشقاق وإحنا تكلمنا عنه في الحلقات أنتقدر ترجع لها وحتشوف بإذن الله الرحمن الرحيم إلا ما يصير تغيير بين هذه مع سؤال الله إنه إيش إنه يغيرها ويهديها آآ 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 أخينا آآ اللي قال على شي اسمه هذا على إنه بيربي سبع أولاد وفعلا كان بيربيهم على إنه كيف يتفهم قطاءه ومهادة وهذا فعلا إزاك الله خير إنك أنت نقلت لنا تجربتك ونقلت لنا يعني الأشياء اللي أنت عملتها مع أبنائك وهذا فعلا يثبت إنه تفهموا أبنائكم بالذات في سن المراهقة افهموهم حاولوا ما تشدوا عليهم إنتوا كنتوا في سنهم إنتوا ارتكبتوا أخطاء يعني أذكر دائما الأبهات يقولوا لأولادهم والله أنا لما كنت صغير كنت كانت علاماتي كلها ممتازة والله أنا لما كنت صغير كانت علاماتي كلها فل طبعا الكارثة لما اكتشفوا الأبناء إنه علاماتك قدر الإمكان أبنائك بيخطأوا زي ما أنت تخطأ تقبل خطأهم افهمهم استوعبهم حاول قدر الإمكان إنك أنت يعني تربي فيهم خوف الله تربي فيهم إنه هذا يا ابني هذا ربنا يحب ولا ما يحبه أنت اختيارك تبعوا ربنا يحبك ولا لا أعطي له حرية الاختيار أخطأ مرة ارجع تكلم معه لا تيأسوا كلمة ربه إيش معنات كلمة ربه تربية من مأخوذة من كلمة ربه ربه معناته إنه يبدأ ينشئ شوية شوية التربية ما تاخد 20 سنة ما تاخد التربية ممكن تاخد 50 سنة إلى الإبن عمره 50 سنة والأب والأم إذا موجودين هم يربوا فيه لا تيأسوا لا تنتظروا التغيير يتم على طول إلا ما هتغرسه نقطة على نقطة وكل شوية الإبن بيكبر بتعلم تجارب جديدة وبتغير من وبتعلم أشياء جديدة أنتو حتربوا فيه حتغرسوا فيه لا تيأسوا تبغوا تاخدوا الجنة بلاش؟ يا أمي أب تبغوا الجنة بلاش؟ تبغوا التوصيل لجاتكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا يهو بالوالدين إحسانا تبغوا تاخدوا الشرف هذا بلاش؟ تبغوا تاخدوا بدون ما تتعبوا لازم تتعبوا صحيح لازم تتعبوا فيه في أسئلة عندك يا ابني؟ نعم هذا سائل يقول الوالد ما يسمح ليذهب مع صحابي الثاني يقول ابنتي عمرها سنتين وسنة أو ستة أشهر جداً عنادية وبالذات عند النوم لا تريد النوم عبثية جداً تخرب أريد توجيه لأجعل الطاقة إيجابية لاسلبية كم عمرها البنت؟ سنتين وستة أشهر سيش صغيري سنتين طيب معاناتي سهر زوجي وطبعاً ما بيجي إلا بعد الفجر وتضييعه للصلاة أيضاً رسالة أخرى أرجو من ضفتكم الكريمة عدم لوم الرجل فقط بالخيانة فقط دون المرأة فهي ثاني مرة أسمعها تفعل ذلك طيب طيب متزوج ولي طفلين وأم زوجتي تقول لها أننا أخونها باتصال وجابت لها رقم اكتشف أنها تتصل بهذا الرقم وصرحتها فعادتني وأنا الآن في شك وهي في شك ما فهمت الرسالة بيقول متزوج ولي طفلين طيب وأم زوجتي تقول لها أننا أخونها أم زوجته تقول لزوجته أنه هي أنه وجاجك بيخون طيب وبعدين وظهر جابت لها الرقم أيوة واكتشف أنها تتصل بهذا الرقم اكتشف أنها تتصل بهذا الرقم طيب يمكن هو أو أنه هي الآن تشوف أنه فعلا هو هذا الرقم تبع امرأة ثانية ولا لا صارحتها فوعدتني وأنا الآن في شك وهي في شك ما أدري يعني طيب كيفكم أنا خالد اللي قلت عن التدخين صحيح والله كذا أبويا سوى ما أدري يعني هذه هي الأسئلة بتاخذ اتصال عشان ناخذ اتصال نعم خير كده مرحبا ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام الله بركاته السهل خير دي السورة مساء النور يا ولدي أهلا وسهلا أخباركم طيبين إن شاء الله نعم وفضل الحمول الله أحييك أمورك طيب الحمد لله بخير الله يسلم معك علي السهل عادل علي هل أخوي علي تفضل يا هل سهل أشكركم بخير البرنامج وجدا الحلقة اليوم يعني ما روش أقولك قاعد نسمع أنا والمدام وفي راق الأشياء اللي سم جميل أقول إن كنت والمدام تسمع مع بعض نعم وقاعدين يعني في بعض عمليات العناد ومالعناد قامت طالقات فيهم لقد قلت سمعتي حتى لو أني أموت فتبديوك الدكتورة تقول راح يجي يوم أطلق الله يديم المحبة بينكم والحمد لله بخير وبصحة والسلام أنا وزوجتي والمولودة الجديدة رسمين خليتنا النعم يا أستاذ عادل الله يتمم عليكم النعمة يا رب الله يجعلها من الدرية صالحة آمين وحبث أسلم عليك أنت والدكتورة والله يوفقكم على البرنامج الدكتورة ووضعك زيداً شيء فإحنا بعد الجمهة دائما برنامجنا أنا وزوجتي أنت وأستاذ عادل في البرنامج هذا شرف لنا ونستفيد إن شاء الله منها إن شاء الله إن شاء الله سلامك الله يا أخو يا أهل مع السلام هياكم الله مرحبا سلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم كل عادل حياك الحمد لله فضل ونعمة من الله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر سلمك يا أمي أنا عندي مشكلة صغيرة فضل خطيت يقول لي هي دحمة ملك عليها أنا سلام أيها تعانيتني كل شيء كل شيء تعانيتني أيها يعني يعني وصلت معايا أنا أمس خلاص أنا مبلدت فلتها وقلت لها ثرح أبدا شيء المستحيل خلاص أنا ما يمجيني كده أكمل معاك ما أمك زي إيش 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 اسمك إبني أنت أممرا يعني أنا لما أنا أتصل عليها وقول لها أسمع الراديو اللي عندها اليوم أنا أقول لها أسمع الراديو يسمع لكم عنده تقول لي والله ما أنا فاضي أنا ما أبغى مشاكل ما أبغى أسمع ما أجي فاضي إيش اللي ما أنت فاضي أنا أنا أسمع بس شوية تقول لي لا أنا ما أبغى أسمع ما أبغى مشاكل معاك وهذا يعني صارت مشكلة قبل كم يوم كده وأنا اتصلت عليها وواحد من أصحابي متزوج له ده حين سنتين كده وقال لي أنا بتزوج واحد ثاني وقال لي أخي الله أستر عليك كيف يعني أستر علي البنت طيف إنت مدرج قال لي لا بتزوج واحد ثاني وقال لي لأ ذو خطيبتي قلت لأ صاحبي كده قل لي وأنا قلت لأ أستر علي البنت هذا وقال لي لا بتزوج أنا قلت لأ نصيبة قلت دوج الله أستر عليك إذا تقدر تحمل المسؤولية أنا قلبت علي وجارت ضارب معايا وإنت تكلمني وإيش بقي أنت وقلت لأ قلت لك شي أنا تقول لا لا تكلمني خلاص لا تتصل علي ومدرج قلت لأ مع نفسي خلاص كم عمرك أول مرة كم عمرك كم عمرك أنا عمري والله خمس وشرين وعمر خطيبتك 21 21 21 سنة أمي والله ترى وصلت معي الخشو الماخر الله أنا أنا قلت لها ترى عمش قلت لها لأ اليوم أنا بنيها كذا تبين إيش ما تبيني خلاص أنا برس لأبوي واخلص معك إيش اسمك إيش اسمك أنا ما ما سمعت اسمك محمد 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 اي يا يا محمد مفهوم المشكلة خلاص وهدي نفسك أروق نفسك حيجيك الرد إن شاء الله طيب نعطيك الفاصل طيب ناخذ الإجابات صحية طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عالي وصحبه أجمعين اللي ابننا في الرسالة بيقول أبوه ما يسمح لأنه نروح مع أصحابه أولا أنت ما بيانت في الرسالة كم عمرك يا ولدي طيب نعم وقد يكون أبوك ما يسمح لك تروح مع أصحابك لما قد يكون المنطقة اللي أنت عايش فيها أو الحي اللي أنت عايش فيه أو البيئة يخاف عليك ترى الأب من حقه أنه يخاف على أبنائه أنت بنفسك تقدر تغرس الثقة في نفس أبوك كيف خلي أصحابك يجو عندك في البيت وأجلس مع بعض حتى لو عند الباب ديوانية سووا أي حاجة لعبكم أبوك هو لمن حيشوف أصحابك قدامه طيب حيتطمن أنت ماشي مع مين يمكن أصحابك يعني لا مؤاخذ أشكالهم يعني الواحد ما يستقل في الناس لكن حس الأبو أنهم صائعين ولا شيء خايف على ولد وأنه يصيع ولا يجراله شيء ترى هذا من حب أبوك لك ولدي لا تزعل حتى لو عمرك عشرين سنة طيب قد يكون أبوك أنا ما عرف كم عمر أبوك كبير صغير أنت كم عمرك ما وضحت اللي دافر الرسالة لكن أنا بقول لك عشان تكسب أبوك أغرس الثقة في نفس أبوك أنه يثق فيك يثق فيك كيف أنك أنت تكون صادق معه تتكلم معه تصارح معه أقعد حكي أنت إش بتسو فين بتروح إيش بتعمل في المدرسة أو إيش بتعمل في الجامعة خلي أصحابك يجوا عندك يلعبوا معاكم الأبوك يلعب معاكم بلوت يلعب معاكم كيرم يلعب معاكم أي حاجة بحيث أنه هو قدامه مع مرور الوقت صدقني حيثق فيك وحيسمح لك بالخروج لا تزعل بس أكسب الثقة خلي عندك ذكاء في كسب ثقة إيش ثقة أبوك اللي بيقول سنتين وستة شهور وما تسعة أيوة الأم اللي بتقول بنتها صغيرة يا بنتي بنتك صغيرة صغيرة بنتك حطيها بالحنان حطيها بالحب أشغليها قد يكون البنت ما في شي بيشغلها تاركتها إنتي لو إنتي قعدت معاها في أطفال هايبر طيب عندهم فرط في الحركة هدونا ليهم علاج خاص طيب في ليهم طريقة معينة للمعالج وفي ليهم طريقة معينة تتعارج هذا ولا الله يعني أهاليهم وهذا سبحان الله العظيم برضو قد يكون من المنح اللي تأتي في داخل محنة في ثوب محنة فإذا بنتك هادية ما عندها الهايبر اللي هو بالطريقة دي فأشغليها حكيها حكاية حكيها قصة لا تأكل شي شوكولاتات قبل النوم ممكن تهي بتعمل لها تعطيها طاقة وتعطيها حركة الطفل لما يكون فاضي وهو يعني سبحان العظيم إيش ت Anime أنا اشتغري في الأمهات اللي تبغى ولدها يقعد كده عاقل وهذا الطفل اللي قاعد لك عاقل هذا طفل غير طبيعي غير طبيعي أما الطفل اللي بيتحرك هذا هو الطفل الطبيعي الأمهات اللي ما يبغوا بناتهم يكركبوا فيه أعطوهم بعض الحان حرية الحركة خليهم هم يخترعوا الألعاب أنت لما كنت صغير أنا لما كنت صغيرة كنت أشوف الرمل ألعب فيه مش تهي ألعب فيه حتى وإحنا كبار تشوف الرمل أن نفسك تلعب فيها طيب الألعاب مثلا بعض الحان ينزلوا المجعد حقا الكنبة عشان يلعبوا فيها إنهم يسووا فيها إيش بيت اخترع لعبة هنا أسار إبداع إنه اخترع لعبة قاعد بيلعب طب ليش نبقتل الإبداع عندهم إحنا البيت ما كركب شوية بعد ما يخلصوا خلصتوا لعبكم يلا تعالوا نرفع مع بعض أنت كده كسبتيها يا بنتي أنت كده خلتيها تلعب وتخترع ممكن تمسك القدر وتقعد تخبط فيه أنت تقول لها أسعجتني كركبت للدنيا هي ما كركبت هي أبدعت هي اخترعت لعبة بعد ما تخلص رجعيها كده بنتك هتكون معاك تول الوقت ستنمي الذكاء عندها وحتنمي الإبداع عندها وفي نفس الوقت نميتي الترتيب عندها جميل سهر زوجها وتضيعه للصلاة طبعا أنا أول شيء بقول لك أبدأ مها خطوة خطوة طب هو بتقولي يوصل الفجر طيب لما يرجع حبيب يقول له صليت الفجر ولا لا الله يوفقك والله يعينك في السهر ومن عارفه ومع أصحابك الله يوفقك لا تقعدينه عليها هو ترى لما حيلاقي أنك أنت طب نصلي خلينا نبدأ صلاة أبدأ المهم تضيع الصلاة ولا السهر شوفي الصلاة نعم لأن الصلاة يعني سبحان الله العظيم ربنا ما يوفق ولا يبارك له في أي حاجة صليت الفجر ولا ما صليت إذا قال لك لا ولا ما صليت طب إش رأك نصلي إذا جاء بعد ما أشرقت الشمس طيب خليه هو يصلي الفجر قوله أنا أصلي معك جماعة صلي أنت الضحى صلاة الشروق نعم طيب تعالي هو أكيد حيروح عمل لما حيروح العمل في صلاة الظهر في صلاة منعها في إرجاء أقعد معاه وحده بوحده مع الدعاء أنه الله يهدي في السهر لما بيصهر طب إش رأيك أتفدي معاه إنت ليك كم يوم في الأسبوع أديني واحد يوم خذ منه في البداية وحده وحده خليك ذكية فينك تأخذ منه دي الأشياء لا تأخذيها تقول له بطل السهر كله دفعة وحده ما حيقدر يبطله أتعلم الصلاة دفعة وحده ما حيقدر إذن عليك بالتدريج معاه أعطيني واحد يوم في دال يوم حاول تجلس معاه تخرج معاه إذا عندك مقاضة تبتسويها وأعطيله الباقي هو مع مرور الوقت إلا ما حيتغير صدقيني إلا ما حيتغير بيقول أنه أنا بألوم الزوج دايما وهذا والله أنا ما بألوم الزوج دايما يعني بس هو تطلع أكتر شيء من الأزواج وضحين الموضة الطالة حقا البنات اللي بيخونوا في البداية والله ما كنا نسمع أنه بنات بيخونوا ولا زوجات بيخونوا للأسف في السنتين الأخيرة دي سرنا نسمع خيانات الزوجات لكن اللي ما تعارف عليه ما قالش مع احترامي لكم أنتو الرجال فيكم الطيب ولكن في اللي هو بيكون هذا تعرفوا ليش أنا بتكلم عن الرجل لأنه الرجل بيكون عنده أسهل الخيانة والعياذ بالله أنا قلت دائما وأقولها أنه المرأة اللي تخون زوجها ترى ما بتكون بتحبه ما بتكون بتحبه ولا هي صادقة في محبته لها لكن الزوج لما بيخون زوجته قد يكون بيحبها ويبغى شي تاني يبغى يتسلى يبغى أي شي تاني أو يبغى بنات تكلمت معا أو شي فبيحصل كده وكده لكن الزوجة اللي بتخون زوجها دي والله ما تحب زوجها أبدا أبدا فاللي اكتشف أنه زوجته تدخونه يجب أنه يعمل مراجعة قبل ما يلومها هي يجب أنه يشوف نفسه أنت إيش مقصر معها في إيه لأنه المرأة قلبها لا يستوعب إلا رجل واحد فقط لا يستوعب أكثر من رجل فلو خانت زوجها إذا كانت بتخونه كتسلية فقط فإنها معناته تحتاج أنها تتربى فيها إيش مخافة الله وإذا كانت ما بتحب زوجها ولقت واحد بتحبه وهذا معناته إنت يا زوج إيش في عندك إيش المشكلة اللي عندك طبعا هذا الكلام مو معناته أنه لما الزوج يخون أنه المرأة خالية من العيوب ومو هي اللي دفعت زوجها للخيانة قد يكون في بعض الأحيان قد يكون أن المرأة تدفع زوجها للخيانة بإهمالها له بعدم اهتمامها به قد يكون الزوج من النوع اللي ما شاء الله تبارك الله حساس مرهف رومانسي يبغى لتدلعه وهي شيء تاني مثلا طريقتها تانية قد يكون لكن عشان كده يعني بيكون على الرجل بعض الأحيان بحب زوجته ومساويت له كل شيء وعانه بالزوج عشان كده بنترع يعني بناخذ على الرجال هذا اللي ابننا اللي بيقول في الملكة يا ولدي يا ولدي إذا كان أنت من أيام الملكة أو تبغى مرتك تمشي على المسطرة يا ابني ما هي طريقة للحياة هذه مش أنت اللي بتقولها بفوك منها والله أظن هي اللي بتقولها أنا حفوك منك الفكيك يا ابني زوجتك تتعامل معها قطيبتك يعني بمفروض أيام الملكة بتكون أيام تدللها فيها قالت لك ما بدي أسمعها قل لها طيب وقت ما تفضي أسمعيها إيش إجرى أنت تبغى تعمل لها أنه الكلمة اللي أقولها لازم تنفذيها وإذا ما نفستيها تصير مشكلة صاحبك أتزوج وما نعرف إيه وقالت لك وقعدت هذا من البديه إنها تغار ده غيرة المرأة عادي أي أقول لك أسأل الرجال كلهم أي رجال يقول للمرأة والله صاحب بيتزوج واحدة تانية شوف إيش يحصلوا إن قلب البيت عليه وعلى اللي خلفوا وعلى الدنيا كله تصير مشكلة نعم إنت ناوي إنت ما ناوي كل الرجال عارفين ده الكلام عشان كنت أقول أصحى تمزحوا مع زوجاتكم المزحة تغل ده وتقول لها حتزوج عليك ولا حتنايل عليك ساعتها حتلاقي نفسك حتشوف النجوم في عزة النهار يعني فمن البديه إنت في أيام الملكة هذه حكاية تحكيها هي يا ابني يا ابني يا محمد خليك عاقل خليك حكيم في أمور داري فيها زوجتك في أمور تنشها لا تمشيها على المصطرة أنت ما أنت عسكري ما هو حكم هو عسكري سمعنا وأطعنا وتنفذ أسمع ده ولا سوي ده ولا تعالي عند هنا يا أخي خلي لها شخصيتها خلي لها كيانها فأنت لتحتاج إلى تأهيل وأصحك تفك الملكة لو سمحت هدي الأمور وروح أقرأ مظبوط وأسمع مظبوط في كيفية التعامل مع الزوجة ترى زوجتك والله طيبة بس أنت اللي يحتاج منك أنك أنت تهدي على نفسك أعزونا أعتقد كده أين عمحنا وصل النهاية وضاءتك الأخيرة سأعتدام بس نجهزها الناس كالأمواج إن سايرتهم أغرقوك وإن عارضتهم أتعبوك إذا سامحك شخص كثيرا فاعلم أنه يحترمك ولا يريد أن يخسرك لأنه يحبك فلا تتمادى أحيانا نبتسم ونحن مهمومون ليس لأننا عديم الإحساس ولكننا نملك أنفس جبارة تؤمن بأن بعد العسر يسرى ابتسم فليس هناك ما تخسره من يرفض اليوم قبول النصيحة التي لا تكلفه شيء فسوف يضطر في الغد إلى شراء الأسف وبأغلى الأسعار لا تتجاهل شخص يهتم بك دائما لأنك يوما ما ستدرك أنك خسرت الألماس وأنت مشغول بتجميع الحجارة افعل ما شئت فسيأتي يوم يفعل بك ما فعلت عندما تظلم فتظلم وعندما تكذب سيكذب عليك وعندما تشوه سمعة أحد فتأكد أن دورك قادم فافعل الآن ما تحب أن يفعل بك غدا كما تدين تدان وأخيرا عاند الدنيا وابتسم إن بعد الليل فجر يرتسم لا تقل حظي قليل إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم والحمد لله على كل حال وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تكالعف سيدا اعتدال ونشكرك على ما تفضلتي من يعني إشارات وإضاءات جميلة ورائعة في قضايا ومفاهيم جدا مهمة في حياتنا الأسرية إزاكم الله خير السلام عليكم عليكم السلام وبركاته مسمعين الكرام ومازلنا معكم في جمعة جمعة وفقرة قطفة وحكمة يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله قطفة وحكمة هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تبلم هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم القسوة ليست دائما عنوان القلوب الميتة فبعض القلوب الطيبة تقسو لأنها خائفة علينا فلا تسقم حياتكم وعلاقاتكم الخاصة هي لكم ونشرها للآخرين لن يضيف لكم إلا الدمار والفساد وتشويه السمعة فلنحافظ على علاقاتنا وحياتنا الخاصة كلنا مسمعين الكرام مثقوبون بالعيوب ولولا رداء الله ولولا رداء من الله اسمه الستر لكسرت أعناقنا من شدة الخجل لا تثقل يومك بهموم غدك فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك وأخيرا مستمعين الكرام افعل ما شئت لكن لا تظلم أحدا وتميز بما شئت لكن لا تتكبر أبدا وخاصم من شئت لكن لا تشتم أبدا واغضب كما شئت لكن لا تجرح أحدا إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم جمعة جمعة نلتقي بإذن الله تعالى بكم في حلقة قادمة وحياة بإذن الله تعالى نتمناها لكم أفضل مع أسركم وعائلاتكم وأحبابكم وأصدقاءكم في هذا اليوم الجمعة فرصة جميلة أنه إحنا نتصل على كل من ابتعدنا عنه قلبا قبل أن يكون قالبا وأن نطمئن على كل من نحب وكل من نريد أن نقترب منه إن شاء الله فبذلك الأجر تحية مني أنا عادل برباع وأيضا من الكنترول الزميل هتان ميليباري شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر